التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرانتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج وكان الرئيس السيسي قد توجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية ورئيس مجلس الوزراء وذلك على حفاوة الاستقبال بمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر ميناء في ثاني أيام التشريق الثلاثة ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاثة مبتدئين بجمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط إذ من الممكن انتهاء رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق يتوجهون بعدها إلى مكة المكرمة لأداء طواف الودع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة خاصة مدينة دير البلح ومخيم البريج كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة أكد عضوان ديمقراطيان كبيران في الكونجرس الأمريكي أنهما وافقا على دعم صفقة بيع كبيرة لأسلحة الإسرائيل تشمل خمسين مقاتلة من طراز F-15 وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن النائب جريغوري ميكس والسينثور بن كاردين وقع على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة الرئيس جو بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لعدة أشهر أعلن الجيش الأمريكي أنه دمر أربعة أجهزة رادار تابعة لقوات الحوثي وقاربا وطائرة مسيرة خلال 24 ساعة وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الرادارات والقاربا دمروا في مناطق يسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم كوريا الشمالية للمرة الأولى منذ 24 عاما وأكد الكريملين أن زيارة بوتين لكوريا الشمالية تأتي بناء على دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته إلى أقصى شرق روسيا في سبب الماضي وتعد تلك الزيارة هي الأولى للرئيس الروسي منذ عام 2000 كما أكد الكريملين أن بوتين سيزور أيضا فيتنام عقب زيارته لكوريا الشمالية قال مسؤولون روس أن نيران اندلعت بمستودعات نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة في بلدة أزوف جنوب روسيا وعلى الجانب الآخر أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت عشر طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل فوق مدينة زابوريجيا ودينبر وبيتروفاسك في أوكرانيا انتهى موجز التاسع عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر